طيب السلام عليكم مواسط قلنا اخر حاجة انه في بعض الميكروب بيكون زكي جدا وبيستخدم اللي هو الخاصية بتاعة عدم العرض اللي هي الخاصية اه الخاصة وبعض الخلايا اللي هي يكون العرض فيها بسيط جدا زي الهيباتيكسل مثلا والار بيسيس فالميكروب بيستغلها لحت المناطق دي عشان اه تريصايد يعني عشان يقعد فيها والمناعة ما بتكتشفل طيب فلوكيلر دينديريتكسل ار نوت دريفت فروم بيكيرزل ان زبون مارو ان ار انريلاتيبو دينديريتكسل يعني فلوكيلر دينديريتكسل هي سبسيت اف سل يعني مختلفة تماما من الدينديريتكسل المعروفة فلوكيلر دينديريتكسل بتعرض اه برغم انها هي بتعرض لاتيسل لكن بتشتغل في سيليكشن او بي لينفوسايد بي لينفوسايد اما الدينديريتكسل بتعمل السيليكشن للتي لينفوسايد في دير فروم غير كده الدينديريتكسل يعني بتلتغي مع النايب لينفوسايد في مناطق محددة في الليمف نوت في حان انه الفلوكيلر دينديريتكسل بيتلتغي مع مع البيسر في مناطق مختلفة في زي محسي حنشوف إن شاء الله ده إن شاء الله في الشابتر الجاي شابتر سري حنشوف الميقرات طيب الفلوكالرديندريتك سلس بايند اندس بلايه بروتين انتجينس فهي بترتبط بالبروتين انتجينس and their surface for recognition by B-lymphocyte This is important for the selection of B-lymphocyte هي بتشتغل في selection of B-lymphocyte طيب B-lymphocytes They are unique cells of adaptive immunity وهي clonally distributed antigen receptors عند clonally distributed antigen receptors each specific for a different antigenic determination protective immunities to microbe can be adaptively transferred طبعا من هنا عرفوا إنه هي الخلايا التي تحتى الليمفوسايت هي متخصصة في الأداء acquired immunity عن طريق تجربة بسيطة هي نقل خلايا الليمفوسايت لشخص نايف بالتالي هي كثب المناعة بهذه rekombination اهم حاجة في الخلايا هنا علينا عمل تحصى الخطو الأوض المتخصص في الريسيبطور البيسين شيط üzerine المتخصص في التيصل طيب سابسات بي و تيلمفوضيبين توجه مبالغة في نيواني وباليومفوضيبين بالمقابل بيومفوضيبيني يكون فوليوكولر بيوميس و بيوميس بيوميس الأنواع بيومفوضيبين جميعا توجه بمنظمات في نيواني أما توجه مبالغ مرضة في الحكة مختلفة بيومفوضيبين طبعا الفلوكولر بيسل هي الشغالة في الادابتيف اميونيتي عكس المارجنال زون هو البيوان المارجنال زون برغم انها بتنتج انتبوضي لكن الانتبوضي بتاعها المتبوضي بتاعها هايلي دايفيرسي طيب انواع اللينفوسائي يقسمها لنوعين اللي تي سيل وبيسل التي سيل زادة بتقسمها لانواع على حسب الريسيبتور لنوعين النوع الاول بسموه الفا بيتا ودي بتشتغل دايما في الادابتيف اميونيتي والنوع التاني اللي هلقى مدلتا ودي الريسيبتور هنا has limited diversity so it's not belonging to it cannot contribute in the البيسل اللي هي اللي هي اللي بتشتغل في الادابتيف والمارجنال زون بتشتغل في الاميونيتي او الانتبوضي بتاعها المتبوضي طيب اكتر الانواع بتاعة التيلينفوسائي هي الCD4 والCD8 ودي بتعمل تي سيل ريسيبتور لالفا بيتا تي سيلز ريسيبتور والنوع الثالث هو CD4 ودي برضو بتفريس بتنتج تعمل تي سيل لالفا بيتا ريسيبتور او مهمات انهيبت من الروسفونس النوع الاخر الاخير من التي سيلز معاخر اللي هو الانكي تي سيلز لخزوا مع انكي سيل انكي تي سيل طيب سيلز ان قاما دلتا تي سيلز ودي طبعا مناظرة لها في البيسل هي البيونيتي طيب هنا الباسوي بتاع الميكروب والسيلز فدي الميكروب خشى عن طريق السيلز طريق التيشوس فبيقابلوا اول حاجة اللي هو الانتجين بريزينتين السيلز فبعد اتفعلت الانتجين بريزينتين السيلز مع الميكروب بتمشي طوالي اقرب لينث نوت ديه اللينث نوت اللينث لو ملاحظين هنا فيها صمام بدخل وفيها صمام بيطلق فهي انها اتجاه واحد للدخول للخروج فما في حاجة يعني شغلة باتجاه واحد ما في حاجة بتخش وبتطلع بين نفسها افدا هي عندها اتجاه واحد اه لاحظوا هنا للنايف بيسل والنايف تي سيل النايف جاي من وين من الفوم مرو والنايف تي سيل جاي من الصايموس فبيتجي خاشة على اللينث موت بتكون قاعدة حارسة الانتجين بريزينتين سيلز زي تعرض لها الانتجين يا اما طبعا الميكروب بيتي خاشة مع المراض خاشة بدون بريزينتاشن خاشة ساكر كلا بدون بريزينتاشن بدون الانتجين بريزينتاشن الآن يعني بعدها بتي تحرك للمكان. ممكن يجي عن طريق مع عن طريق التشو مع طريق يجي عن طريق بيحصل له فلتر عن طريق اللي هو 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 الاول زي وزي يعني هو وبيحتوي على كمية من فبتجي الميكروبات هنا صليها اللي هو عن طريق اه اكتر شيء عن طريق البيليمفوسايت فتتحول هنا البيسل بتتحول ليشنون? اه اللي هي البلازما سيل البلازما سيل بتفريز انتباضي وبتمشي تعمل في مكان البيليمفوسايتس هي ماتيور تي ام بيسلس لكن ما حصل لها اه تعرض البيليمفوسايتس هي ماتيور يتعيش من واحد شهر دي ثلاثة شهور وهي قاعدة في جي زيرو ستيج اللي هي اللي هي الستيجة اللي يكون فيه الخلايا الخاملة اه طيب عشان الخلايا دي ما تموت بيعملوا لا تريك التريك دي هي عبارة عن ريسيبتور الريسيبتور يخليها اتف لحد ما تعيش طبعا شهر لشهرين دي ثلاثة شهور عشان اه تقدر تعيش لحد ما يجي اه يعرضوا لها الانتيجة اه اه كان نوت رادي للدستنجوش موركولوجكلي هي لو ان احنا عرضنا لو عملنا اسمير وقلط داري نفرق من البيسل والتيسل ما بنقدر الا بطريقة المعقر او بطريقة المعقر او بطريقة المعقر انتجين هسته من المعرسات الاو Krise يعالي جنرا الانتجين بيعى انتجين هسته من المع Люم KI انا بطبعا متعرفة على السليف انتجيين الليه سيتيو كي الا او بطريقة بتاعتها. اكتر السيطوكين المعروفة بأنها بتعمل تسل هي وبالنسبة للبيسل هي اللي هي بيسل اكتباتين فاكتر بيسل اكتباتين فاكتر. طيب هنا ده البسوي ده سيلور الميونيتي دي دي ماكروفيت لو ملاحظين هنا السيجنل بتجع عن طريق اثنين واحدة وده اه معلش سوري هنا ريسيبتر وهنا دي الريسيبتر معلش وده كوريسيبتر فبيحصل اللي هو بتتحول من نعيف لديفرينشياتي الديفرينشياتي تصال هي اما تكون اكتبسة اما تكون ميموري فتتحول وليا اما تكون مر اما تكون نفس الحكاية هنا البيسل تتحول تتفاعل مع السل اللي هي بيتعمل بيتعمل بيتحول الديفرينشياتي اللي هي دهين بلازما سل او بلازما بلاست او بميموري سيل طيب الجدول بيورينا الفروقات بين اه اللي هو التيلومفسايتس والفرق بين النايف والاكتيفاتيت والميموري. من الجدول ده ممكن ترابيع براكم. بس هدعات مثلا الانترلوكين في النايف في النايف في النايف في وميموري لوغ وهكذا. بالنسبة الميمبرين اه اه الميونوغلوبيلين اللي اي جي ام في النايف. بالنسبة البيسيل وفريقينة اي جي ام اي جي دي. والجدول الدفع يفرق لنا بهم جنا ال T lymphocytes و ال D lymphocytes according to its naive effector memory source. لموستاتيك pro-lifration appear to driven by the same signal of a survivor. like انترلوكين 7. effector lymphocytes. الانفكتور lymphocytes هي عشان نعرف ان هذي effector lymphocytes عندها ماركر. مثلا ال CD4 بتعمل اكسبريجن لل CD14 ليجند اللي هو CD54. برضو الماكروفاج عن B lymphocytes هي بتفريز اللي هو اللي هو الريسيبتور بالنسبة للليجند بير. characterization. سيتوكسيك تيرونفوسيسيسيسسيسساسيسي بوت سيتو بلاذ مغانيول إنه روني جيو في الصيتيوب لانيل فيلت ساعتهار مع أول تريسيك تيرونفوسيسيسسيسسيسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسات الاثنين بيفرزوا اللي هو ماركر بيورينا انه هي دي افكتور سيل زي مسلا واضحة مولوكيول طبعا لو رجعنا هنا للجدول تلقى انه مختلفة بين النايب والفكتور سيل اه مسلا بيكون فيها هاي وهاي هنا في الميموري طبعنا بيتكون عاوزة في المكان بتاع النايب بتمشي الكيموكاين نفس الفكرة بيكونوا في اختلاف بيناتهم بتكيده بنقدر نعرف الفرق بين النايب انواع اللي هي بلازما سيل ام بلازما بلازما سيل هي فيها اكسر انتقلي يعني قريبة للوسط وبتشبه الكارت والبتل يعني البلازما بلاز هي في السيركوليشن والبلازما سيل هي في التشو اشتركوا في القناة